احنا اخترناك بقى في اول يوم في السنة الجديدة تخيل تخيل قد انت عزيز علينا انا المبسوط جدا والله وان نبتدي السنة الجديدة معاكم يا رب يعني اللي كان عنده حاجة بنغاص عليه حياته تخلص يعني التدريج كده تخلص احنا عايزين بقى دايما الكاتب والسيناريست بيبقى هو اللي بيكتب الحالة بتخرج من قلمك الاول قبل ما تتصور وتمينا الاخراج بقى وتمثيل وكل ده عاشت حالات كتير وكتبت سيناريوهات كتير واكيد فيها الحلو وفيها المر وفيها المعاناة وفيها التقات الحلوة خلينا الاول يعني نبتدي كده انا عايز اطلع من باسم النهاردة ازاي ارمي كل المصاعب اللي في حياتي ونبتدي سنة جديدة انا عارفك كلام يمكن تقليدي في كل سنة جديدة بنقوله لكن انا عايز اقول كلام مش تقليدي النهاردة بص يقولك حاجة هو غالبا عشان تبتدي تبقى عايش حياة لطيفة لازم بتبتدي من معاناة محدش بيبتدي الحياة لطيفة طول الوقت والحلو في الحياة ان فيها كده وفيها كده فاحنا لو فيه كده نستمتع بكده وفيه كده نستمتع بكده عشان نعيش انا عارفة اني باس ممرس بظروف صعبة كلنا عايشنا بص كلنا عايشنا حياة مش يعني مش طول الوقت لطيفة بتقابل مصاعب مطباط طول الوقت صراعات طول الوقت عدم استقرار طول الوقت كل الناس معرضة في كل انواع الشغل والمجالات ليه ده وات هي الفكرة ازاي تتعامل مع ده